اللي صار كان مؤلم وما كان فيه خطر مباشر على البلد والفتنة وقفناها لكن لو ما توقفت فيه بداياتها كان ممكن تأخذ البلد باتجاهات صعبة من البداية أنا قررت نتعامل مع الموضوع بهدوء لكن كلكم للأسف بصورة اللي صار وكيف خرجت الأبور من هذا السياق على أي حال كأب وأخ لكل الأردنيين وبهذا الشهر الفضيل شهر التسامح والتراحل اللي كلنا فيه بدنا عائلاتنا حولينا حولينا الإخوان المعنيين بطلب منهم يشوفوا أخواني اللي صار من أمور محزنة من غير تفكير بالنتائج ما بهزنة بلدنا قوي بوجودكم وثقة بمؤسساتنا ما إلى خلو أنا واجبي وهدفي والأمانة اللي بحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا وهاي هي الأساس اللي حددت وبتحد تعاملنا مع كل شيء أهلنا بيواجهوا ظروف صعبة والأولوية هي تطوير أداء مؤسساتنا وإن نخدم شعبنا العزيز ونحقق طموحاته